أخطر حاجة أن ندخلوا في الجهوية أخطر حاجة أن ندخلوا في تقسيم الجزائريين أخطر حاجة أن ندخلوا في تقسيم الجيش على أسس جهوية أو لغوية أو 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 هو يقول لنا بلي هذا وش رح يصرف الجيش هو يقول لنا بلي هذا وش رح يصرف الجيش لكن اللي أريد أن أقول وأنبه إليه كون أن هذه وقايا وأن شنغريحا متهم بأنه قام بالإيطاحة بعدد من الجنيرالات خارج منطقة الشرق واستبدالهم بجنيرالات من منطقة الشرق هذا لا يعني تحت أي ظرف كان أن منطقة الشرق يمكن أن تلام أو مدن الشرق أو الشوية بشكل خاص ممكن أن يلاموا على عمل مثل هذا هذا عمل سفيه هذا عمل مدان هذا عمل لا يقبله المنطق ولا يقبله العقل لأن الجزائر هي الجزائر الجزائرين كل ولا وجود للتفرقة على مستوى عشائري أو قبلي أو جهوي أو لغوي أو عرقي وإلا ستكون الكارثة لن تكون هناك جزائر لكن بنويري قلنا بهذا ما أقدم عليه شنغريها بنويري يفسر بأنها هذه الإطاحات هي مبنية فقط بأسباب جهوي هذا ليس صحيح الإطاحات فيها الجهوي ولكن فيها أسباب أخرى أيضا لأن شنغريحة أراد استبدال كل تقريبا اللي كانوا موجودين تقريبا كلهم باش يخلق طابقة جديدة تدين له بالولاء كونهم جابهم من الشرق هذه جريمة يتحملها شنغريحة وحقيقة ولكن جريمة يتحملها شنغريحة ولا يتحملها أبناء الشرق سواء كانوا في الجيش أو لم يكونوا اشتركوا في القناة الان